وأفضل طريقة لضبط المتشابهات هو فهم المعنى يعني حقيقة هذا أيضا من التدبر والتأمل فهم المعنى إذا فهمت المعنى لا يمكن أن تقع في الخطأ أبدا قبل سنوات طويلة كنت أم في صلاة الفجر وأعلم أن الذين ورائي لا يحفظون القرآن كاملا وكنت أقرأ من سورة النساء وفي موضع صعب كنت أقرأ من آيات المراث ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع النصف والربع ثم الربع والثون وهذه النسبة التي موجودة في المعاريث ويبدو أنني خطأت في نسبة من هذه النسب فرد علي رجل كبير في السن أنا أعرف أن هذا الرجل لا يحفظ القرآن رد علي وكان رده هو الصح والذي يقرأه هنا خطأ تعجبت أنا اللي يعرف أنه يعني الجمهور اللي خلفي لا يحفظون وهذا موضع صعب الحفاظ يخطئوا فيه فكيف هذا الرجل الكبير المسن رد عليه في هذا الموضع فمرت الحادثة وأنا أتأمل فيها في المساء وجدت ابن هذا الرجل الكبير فسألته قلت له يا فلان والدك يحفظ القرآن قال لا قلت له بالتأكيد والدك يحفظ القرآن قال والدي أنا أعرفه ما يحفظ القرآن اليوم في الفجر رد عليه في موضع الحفاظ يخطئون فيه النصف والربع والثمن هذه النسب فضحك قال شوف والدي رد عليك بالمعنى كيف رد عليه بالمعنى قال والدي من ثلاثين سنة قسام شرعي في المحكمة وهذه النسب هو حافظة عن ضهر قلب فهو يتابعك بالمعنى وعلم أن هذا المعنى الذي تقوله خطأ فرد عليك بالمعنى سبحان الله يعني ضبط المتشابهات بماذا؟ بمعرفته للمعنى